قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فهو إن مؤشرها للأسعار الغذاء الذي يقيس الأسعار العالمية للسلاح الغذائي الأكثر تداولا حول العالم بلغ 143.7 نقطة بزيادة 14.3% عن العام الذي سبقه وهو أعلى مستوى لهم منذ بتئي التسجيلات عام 1990 بعدما كان المؤشر قد ارتفع ب28% سنة 2021 على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا في ديسمبر هبط المؤشر للشهر التاسع على التوالي إلى 132.4 نقاط مقابل قراءة معدلة إلى 135 نقطة لشهر نوفمبر